كمان زي النهاردة وده يمكن جايب بالتوافق مع كاس العالم للأندية الحدث المقام حاليا في الإمارات واللي كانت بالتأكيد كل جماهير الأهلي ترغب وتحلم بالوجود فيه لكن قدر الله وما شاء فعل المؤكد أنه النهائي مع الترجل التونسي كان فيه دروس كتير جدا والمؤكد أنه تدارس كل ما حدث تفصيلا من شأنه تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء اللي حدثت وأودت إلى ضياع فرصة كانت فعلا وشيكة للأهل لأحراز هذا اللقب وأعتقد للمرة التانية لما يكون متكرر عدم الفوز بالمباراة النهائية تحتاج المسألة إلى دراسة التعامل مع اللحظات الأخيرة أو الأمطار الصعبة فأعتقد كفاءات الأهل الإدارية وقياداته عندها القدرة على بحث مثل هذه الأمور والاستخلاص أو استخلاص الدروس المهمة جدا منها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث زي النهاردة يوم 17 ديسمبر 2006 كان الأهل في أفضل حالاته كان الأهل متوجا لدور أبطال أفريقيا راح كاس العالم للأندية باليابان حقق ما لم يحققه أحد من قبل صحيح بعد كده مازينبي أخذ التاني لكنه لغاية وقتها كان حصول الأهل على برونزيت كاس العالم للأندية هو الإنجاز الأفضل لأي فريق أفريقي فاز الأهلي في هذا اليوم على كلاب أمريكا المكسيكي 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث سجل الهدفين محمد أبو تريكا زي ما حضراتكم شايفين وكانت من أكبر اللحظات التاريخية سعادة للأهلي والجامهيرو لأن التتويج بحاجة عالمية أعتقد كانت مسألة تدعو للفخر الحقيقي ولزهو كل الأهلوية